بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمدين وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل أخذ السيد كمال الحيدري فكرة تأسيس الشيخ المفيد للمذهب الاثنى عشرية أو الإمامي أو الشيئي بصورة عامة هل أخذ ذلك من أحمد الكاتب هذا سؤال ورد علي من عدة أصدقاء بعد استماعهم إلى مقابلة لأحد الشيوخ في التلفزيون العراقي لأن السيد كمال الحيدري يأخذ من هذا وذاك هذا أولا ليس عيبا لأن الفكر يتطور ويتلاقح يعني كل فكرة تؤدي إلى إما ردود فعل إما تعييد إما رفض إما كذا فيصير تلاقح بالأفكار وأول من كتب في هذا الموضوع السيد محمد حسين المدرسي الطباطبائي كتب كتاب أنوانه تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة الأولى وهذه الترجمة العربية نشرت بتعييخ 30 تموز 2016 وأمامي الآن في صحيفة المثقف الترجمة العربية لهذا الكتاب بقلم كذا مشكور أو خلي أشوفه زين مواضع عندي فخري مشكور أعتقد هو الذي ترجم هذا الكتاب وهو قد صدر قبل ذلك بسنوات في الحقيقة هذه المقابلة مقابلة الشيخ أحمد سلمان في قناة الرابعة يمكن العراقية أثارت لغطا شديدا حول هذا الموضوع أنه فلان أخذ من فلان في الحقيقة طبعا لم يتهم السيد كمال بأخذ الفكرة من عندي وإنما أيضا من السيد محمد حسين الطباطبائي وهناك اختلاف في بحث هذا الموضوع يعني السيد محمد حسين الطباطبائي يقول أن التشيع اكتمل أو تطوره في القرن الثالث الهجري مع نشوء يمكن يقصد الاثنى عشرية والسيد كمال حيدري في تصريح له سنة 2017 يمكن بمقابلة عنده قال أنه التشيع أسسه الشيخ المفيد هذا يختلف أنه كان هناك التشيع طبعا سبعين فرقة كان في القرن الثالث الهجري كما يسجل ذلك عدد من المؤرخين الشيعة منهم النوبختي في فرقة الشيعة وشيخ قم سعد بن عبد الله الأشعري القمي في كتابها المقالات والفرقة ذكروا النفس الشيعة وشيعة صاره وسبعين فرقة وبعدين ولدت فرقة أخرى بالحقيقة في القرون اللحدة فالتشيع يعني أي تشيع المقصود فيه تشيع الإمامي مثلا الشيخ السيد محمد حسين المدرسي الطباطبائي أعتقد يقصد هو تشيع الاثنى عشرية أو الإمامي والسيد كمال حيدري في 2017 كما قلت لكم عند محاضرة يقول أن الشيخ تحت هذا العنوان الشيخ المفيد أول من أرسى أصول الإمامة الشيعية هذا موضوع آخر أنه أرسى الأصول يعني نظر وأصل وفلسف صحيح هذا يعني قبل الشيخ المفيد كانت الأفكار هي روايات متناثرة هنا وهناك ولم تكن مفلسفة ومؤصلة مثل ما الشيخ المفيد قام بذلك في القرن الرابع أو الخامس العجري وأنا في الحقيقة بحثي وكتابي تطور الشيخ المفيد مؤسس المذهب الاثنى عشري البوي سميته هذا يختلف عن الفكر الإمامي عن المذهب الإمامي المذهب الإمامي كان يقول هؤلاء أئمة وحولهم نظرية موجودة في حال وجودهم في حال وجود الأئمة وكانت هناك أحاديث نقلها الكلين في الكافي نقل أفكار كثيرة عن مختلف الأشخاص ومختلف التيارات جمعها في كتابه أنا بحثي كان حول الاثنى عشرية الاثنى عشرية قلت هذا مذهب جديد أو غير الإمامية المذهب الإمامي وصل إلى طريق المسدود طبعا تعرفون شعبتين رئيسيتين في المذهب الإمامي الشعب الإسماعيلية التي أقامت الدولة الفاطمية في أواخر القرن الثالث والقرن الرابع والخامس وإلى وسط القرن السادس العشرية حوالي 250 سنة أو أكثر والفرع الآخر الفرع الموسوي أبناء إمام جعفر الصادق إسماعيل وموسى بن جعفر فالمذهب الموسوي أو الفرع الموسوي وصل في منتصف القرن الثالث بوفاة الإمام الحسن عسكري بدون خلف ودون إشارة إلى موضوع الإمام ومن هو الإمام بعده وصل إلى طريق المسدود تقريبا وانتهى ولذلك حدثت الحيرة عند شيعة العسكري وتفرقهم إلى أربع عشر تفرقات فهذا المذهب انتهى صحيح إجا الشيخ المفيد فلسف أصول هذا المذهب الإمامي ولكن السيد كمان حيدري الذي ينقل عن الشيخ المفيد أنه هو أول من أرسى أصول الإمام الشيعية لم يتحدث عن موضوع الإثنى عشرية الإثنى عشرية مذهب جديد مذهب بلا إمام نظرية الإمامة كانت تدور حول الإئمة أن هؤلاء الإئمة أو هذه السلالة هم أحق بالحكم من غيرهم على موضوع حيوي يعني أشخاص موجودون ويقولون هؤلاء هم الحكام الشرعيون اللي ألم نصبهم مثلا ويجبون نظرية حولهم أن هؤلاء عدم علم من الله نظريات مختلفة تنزل عليهم الملائكة أو أدهم ألم لدني أو ما شابه ولكن المذهب الاثنى عشري قام على افتراض إمام ثاني عشر غائب ولا دليل على وجوده هم يقولون الشيخ المفيد والطوسي والمرتضى والنعماني كلهم يقولون أنه إحنا بالعقل نثبت وجود هذا الإنسان ما شعفوا بعينهم ولا تاريخيا ثبتت ولادته ولا وجوده إنما كانوا يقولون إحنا بالفلسفة نثبت وجود هذا الإنسان لأنه إذا ما أثبتنا وجوده نظرية الإمامة معناتها خطت انتهت وراحت كما هو الواقع يعني نظرية الإمامة انقرضت بوفاة الحسن العسكري هذا الفرع أقصر فالشيخ المفيد وتلامذته ربما بعض أساتذته الشيخ الصدوق الطوسي المرتضى هؤلاء حاولوا يعني بناء مذهب جديد اللي هو المذهب الاثنى عشري على أنقاض المذهب الإمامي الذي انتهى ما موجود هذا المذهب ما عنده إمام مذهب الاثنى عشري يفترض وجود إمام وهمي ما إلى وجود في الخارج فصال مذهب ميت ما عنده حيوية ما عنده روح مقاومة أو روح سياسية للحكم والسيطرة سوف يخرج فيه آخر الزمان لا بيع الشحن كما نقول للعراقيون فما في يعني مذهب لا يضر الحكام ولا ينفع المحكمين ينفع الشيعة يعني وهو كان في نظري مؤامرة كبرى على الشيعة استمرت ألف عام أنه روحوا ناموا وما يجزلكم العمل ولا الثورة ولا إقامة الحكومة ولا المشاركة السياسية إلا بعد ظهور المعلمة كما نعرف في التاريخ أيضا خرجت بعض النظريات الأخرى الصفويون التافوا على فكرة الانتظار هم كأمر واقع أسسوا دولة ونسبوها إلى المذب الاثنى عشر ولكنها ما كانت يعني تحل الإمام المعصوم المعين من قبل الله مكان الملك الصفوي أو الشاه الصفوي أو القاجارية أو غيره ثم نظرية المرجعية بعد ذلك أيضا نشأت كلها التفافات فالسيد كمال حيدر يهائي محاضرته في 2017 كما قلت لكم وأنا في الحقيقة يعني هو تحدث عن تأسيس المذهب الإمامي دور الشيخ المفيد في تأسيس المذهب الإمامي بينما أنا بدأت أنا كتبت أيضا تطور الفكر السياسي الشيعي قبل حوالي 33 عاما أنه كان مذهب إمامي ثم أصبح إثنى عشري في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاة الفقيه ولكن لم أركز على دور الشيخ المفيد بحثت بصورة عامة وفي سنة 2019 بدأت بدراسة فكر الشيخ المفيد ودوره في تأسيس المذهب الاثنى عشري وتقريبا اشتغلت عليه لمدة عام وأتممت الكتاب عام 1442 هجرية 2020 وأرسلت الكتاب إلى السيد كمال حيدري ولم أكن أعرف بأنه قد تحدث حول الموضوع من قبل وقد استمعت بعد ذلك إلى بعض محاضراته التي يتحدث فيها عن بلورة الشيخ المفيد للفكر الإمامي فكر الإمامي غير الفكر 12 ولو 12 مركب على الفكر الإمامي بعد أن كان متناثرا هنا وهناك ولا سيما محاضرته المعنونة الشيخ المفيد أول من أرسى أصول الإمامة الشيئية المنشورة في موقع طريق السلامة موقع على اليوتيوب قبل ستة عوام وفي الحقيقة أن المتكلمين الشيعة الأوائل في أوائل القرن الثاني الهجري مثل هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي ومؤمن الطاق أبو جعفر الأحوال وآخرين هم الذين نظروا للفكر الإمامي وليس الشيخ المفيد هم الذين بدأوا التنظير ولكن ما قام به الشيخ المفيد هو تأسيس المذهب الاثنى عشري على أنقاض المذهب الإمامي المسوي الذي وصل إلى طريق المزدود بوفاة الإمام الحسن العسكري عام ٢٠ نجرة دون أن يعلن عن وجود خلف اللهو أو شاهد أي خلف اللهو أو أي حديث عن مصير الإمام مما أوقع شيعته في حيرة عظمى أدت إلى تفرقهم إلى ١٤ تفرق وتلاشيهم تقريبا ما عدا الفريق الذي زعم بوجود ولد سري مخفي للعسكري وأنه الإمام الثاني عشر والمهدي المنتظر وحسب ما يقول الشيخ محمد بن أبي زين بن عماني الذي توفي عام ٣٤٠ في كتابه الغيبة والشيخ محمد بن علي بن بابويه صدوق الذي توفي بعده بـ ٤٠ عاماً سنة ٣٨١ فإن عامة الشيعة الذين آمنوا بوجود الخلف للحسن العسكري بدأوا يشكون بوجوده بعد حوالي ٧٠ عاماً من وفاة العسكري أي في القرن الرابع الهجري وراحوا يسخرون ويستهجئون بمن يعتقد بذلك وقد حاول المؤمنون بوجوده الدفاع عن وجود هذا الإمام بأدلة عقلية ونقلية وتاريخية كلها شرحتها في كتابي الإمام المهدي ولكنهم لم يكنوا يعتقدون بختم هذا الإمام للإمامة وإنها محصورة في ١٢ إماماً فقط بل كانوا يعتقدون بأن الإمامة مستمرة إلى يوم القيامة لأنها مقابل موازن الشورى لمبدأ الشورى وهنا جاء الشيخ المفيد وتلامذته ليثبتوا وجود الإمام الغائب أولاً ويحصروا عدد الأئمة بـ ١٢ إماماً فقط وهكذا كان دور الشيخ المفيد الأكبر يكمن في تأسيس المذهب الـ ١٢ وليس تأسيس الفكر الإمامي الذي كان من قبل ١٠ سنة هو موجود بالرغم من أنه لعب دوراً كبيراً في بلورة هذا الفكر أيضاً وفلسفته وربما كان هذا أهم اختلاع بين النتيجة التي وصلت إليها في كتابي الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي هذا يشوفه ورايه وأيضاً هذا الكتاب وبين ما طرحه السيد كمال الحيدري الذي يتحدث عن المذهب الإمامي وهو طبعاً يعني يكاد يتفق مع السيد محمد حسين الطباطبائي في كتابه تطور المنباني الـ ١٢ يعني العصول وكذا طبعاً جرى بيني وبين السيد كمال حيدري يعني جرت أدة حوارات منذ أن نشرط كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي قبل حوالي يعني ٢٥ سنة وأكثر هو كتب كتاب رداً عليه بقلم تلميذه نذير الحسني وهو كتب له مقدمة ٥٠ صفحة تقريباً فأنا قلت له وردت عليه ورد منشورتي حوارات أحمد الكاتب مع العلماء والمفكرين الشيعة حول وجود الإمام ١٢١ قلت له أنت يعني ما اعتمد على أحاديث وهذه الأحاديث مختلقة بعدين اختلقوها الدليل الروائي يعني ما نظرت إلى الدليل التاريخي ولا الدليل العقلي مثلاً فهو ذهب لأنه كان منفتح بالحقيقة وباحث عن الحقيقة وليس متعصباً ذهب ودرس هذه الأحاديث وقال أعلن في دروسه أنه الأحاديث الواردة حول الأثنى عشرية أو حول الإمام ١٢١ كلها أحاديث بعيفة حسب يعني منهج سيد الخوئي ثم بعد ذلك بدأ يظهر في قناة الكوثة أعتقد ويدافع عن المذهب ويدافع عن المذهب الإمامي ١٢١ إذا ما تعرفون أنت سنوات من المحاضرات والفيديوات حول هذا الموضوع ولكنه أخيراً بدأ أيضاً يراجع موضوع الإمام ١٢٠ ويعلن عن ذلك منذ سنوات أن هذا ١٢٠ يجب أن نثبت ولادته ووجوده أولاً ثم نقول هو الإمام ثم نقول أنه هو المهجر منتظر ثم نقول أنه حي حتى الآن هذه كلها فرضيات وفي أحد الحوارات مع سيد الحوارات غير المباشرة أنا طلبت من عنده أن يبين رأيها حول نظرية ولاة الفقه هو كان طالح نفسه كمرجع والمرجعية مبتنية على النيابة العامة وأن الفقهاء المولاية فقلت له أنت عندك هذه النظرية أو أنك تؤمن بالجموقراطية حدد موقفك حول هذا الموضوع ولم يتحدث بصورة دقيقة حول موقفة من الديمقراطية كنظام بديل عن المرجعية وعن ولاة الفقير ربما لظروفه الخاصة اللي كان يعيش فيها فيكم ولم يكن يستطيع أن يعبر عن رأيه بصراحة أو لم يكن قد وصل إلى الفكر المضاد تماماً للفكر الإمامي اللي هو الفكر الشورى فكر أهل البيت يعني أعود فأقول أن تلاقح الأفكار يعني السيد محمد الحسين طباط واي كتب ولا كذيور كتب ولا أنا كتبيت ولا هو كتب الأفكار حتى ولاية الفقيه يعني إمامي خميين لم يبدع ولاية الفقيه من عنده أول مرة وإنما قبل مئتين سنة في بدايات القرن التاسع عشر الشيخ أحمد النراقي كتب في كتابه عوائد الأيام حوالي خمسة وثلاثين صفحة حول ولاية الفقيه وربما كان يقصد ديك الأيام بعد سقوط الدولة الصفوية في القرن الثامن عشر وقيام بعض العلماء بيعني الولاية تطبيق الولاية ممارسة الولاية على الناس ولم يكن مثلا يقصد الحكومة الكاملة لأنه كتب كتابه في ظل الحكام القاجاريين ولكن بعد ذلك إجي الإمام خميني أو علماء آخرون أيضا وطرحوا نظرية ولاية الفقيه كنظرية حكم ومع ذلك أنه هي هذه ليست النظرية الأولى ولا الأخيرة كما كتب محسن كديور حول ولاية الفقيه كتابه عنوان النظريات السياسية الشيائية في عصر غيبة وهذا طبعا يشابه ما كتبته أنا في جزء الثالث من كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي أنه الجزء الثالث هو تطور الفكر السياسي الشيعي في عصر غيبة هو شوية أضاف عليه أمور أخرى وكتب هذا الكتاب وفي نهاية الكتاب كتب هذه الفقرة أن نظرية ولاية الفقيه ليست أول نظرية شيعية سياسية شيعية في التاريخ الشيعي وليست آخر نظرية بمعنى أنه يمكن نبدلها ونغيرها ونسبن نظرية أخرى ولم يتحدث عن النظام الديمقراطي فقط هذه الفقرة التي جرت عليه المصائب والويلات فترد من التدريس من الجامعة واعتقل وبالتالي يطر إلى الهجرة من إيران فيصير التلاقح يعني هو فكرة معينة واحد يأخذها يطورها يزيد عليها يناقص من أدها وهكذا وهناك كتب كثيرة يعني تناولت الأخ العزيز فؤاد إبراهيم أيضا كتب كتاب حول الفكر السياسي الشيعي الدكتور يعني في آخرين كتبوا حول هذا الموضوع وهي حركة أدنى فكرية لابد أن تستمر وتتلاقح وليس من العيب أن واحد يأخذ من الثاني أو يتأثر بالثاني ويضيف وينقص إلى أن نصل إلى فكر جديد فكر أصيل فكر مدني إسلامي أصيل وأختم حديثي هذا بأنه الفكر السياسي هذا كله الفكر الشيعي والسني وهذا كله فكر عقلاني فكر بشري وليس فكرا دينيا صحيح الشيعة الأوائل الإمامية حاولوا إضفاء طابع ديني على مذهبهم السياسي في الإسلام لا يوجد حديث عن السياسة ونظام الحكم أقر القرآن من أوله إلى آخره لا تجدون أي ريحة لهذا الكلام أنه هناك دستور ونظام حكم ومن يحكم ومن لا يحكم يعني أن الله سبحانه وتعالى ترك أمر الحكومات إلى الناس في كل زمان ومكان ولم يشأ أن يفرض عليهم نظاما سياسيا معينا أو نظاما دينيا معينا مثل الكنيسة مثلا لذلك تطور الفكر السياسي خارج الإسلام يعني في الإطار المدني في الإطار البشري الإنساني وليس الديني وهذا الفكر الشيعي اللي صار هو صحيح غلف بآيات قرآنية وأحاديث وقصص ولكنه فكر إنساني فكر بشري نظرية وصلت إلى طريق مزدود وانتهت أيضا والآن نظرية ولاية الفقه هي نظرية جديدة أيضا في الساحة الشيعية وبعدها ولدت النظرية الديمقراطية يعني تبنى مراجع الشيعة للنظام الديمقراطي في العراق مثلا الآن دستور ونظام حكوم ودستور يجمع البعض يقول هذا تكتيك وصورة مؤقتة طيب ما هو الأصيل بهذا الفكر هل فكر الإمامي هو الأصيل اللي هو فكر منقرط وبائد وغير موجود وقايم على شخص موهوم مثلا اللي ما مثل عشر أم ماذا فما قد نحن غير نظرية الشورى اللي هي نظرية مبدئيا في القرآن موجودة مبدئ الشورى أما تفاصيلها وكيف يكون الدستور الذي يبنى عليها هذا من صنع الناس في كل زمان ومكان هم يجتمعون ويكتبون دستورا لإدارة حياتهم السياسية المدنية وليس الدينية هذا خارج خارج الدين ومن الخطأ أن يجي واحد يعني يعني يقول الدين الشيعي مثلا لا الدين هو الدين الإسلامي موجود لدى جميع المسلمين إنما المذاهب السياسية المذهب السني المذهب الزيدي المذهب الإباضي المذهب الإمامي المذهب الولايات الفقير المذهب الديمقراطي هذه كلها مذاهب إنسانية يعني مو مذاهب مذاهب دينية هنا أحد الأخوة علق على كلامنا أخ محمد أمين يعني شوية هنا هذه نقطة لابد أن توقف أدها قال للألم ويعلم من هو مسلم فإن الإنسان المؤمن الصادق لا ينتمي إلى مذهب بل إلى دين الله الذي أنزله على رسوله الكريم الدين كل المسلمين ينتمون للدين فهذا الدين لا يحتاج إلى أفكار فلان وفلان وإلى مذهب يؤسسه فلان وفلان وهذا واضح أيضا لأولي ألبا طبعا إحنا نتحدث في الإطار المدني وليس في الإطار الديني بالأخ يبدو أن هذه المذاهب صادت دين جديد أو كذا والمؤمن الحقيقي يتمثب كما أكد عليه رسول الله بدون تأسيس مذاهب ولا قال فلان وفلان طيب الله أمرنا بماذا بالدين أو بالقرآن أمرنا بالإمام به ووحده لا شريك له وباليوم الآخر يوم القيامة وبالنبيين وبالنبي محمد وإقامة الصلاة وإتاء الزكاة هذا هو الدين هذا هو جوهر الدين أما الفكر السياسي فقد نشأ في الحياة السياسية نحتاج إلى نظرية سياسية نحكم على ضوئها وبالتالي ما إلا علاقة بالدين لا نخلط بينها وبين الدين فلكن الأخ يبدو كما كثير من الناس هكذا يخلطون بين النظريات السياسية وبين الدين ويقول الأخ محمد أمين يقول القرآن الكريم وتدبر آياته فالإسلام هو القرآن الكريم وتدبر آياته منهجا ومحمد وآله الأطهار أسوة في دين الله وأن الله أمر المسلمين بالتمسك بالقرآن ومنهج وسيرة الصادقين في الله هم أهل بيته الأطهار وين أمر الله باتفاع منهج أهل البيت ما موجود بالقرآن هذا الشيء وين بالقرآن؟ نحن نحترم أهل البيت ونقدرهم ونجلهم ونواليهم ونحبهم ولكن ما في أدن منهج خاص حتى إحنا إلا هو منهج الإسلام شيء والنظام السياسي شيء آخر النظام الشورى اللي إحنا غفلنا عنه أو طمرناه فلا يختلف المسلمون في ذلك وأما من أراد أن يؤسس المذاهب ويبتكر طرقاً ويتهجر بالدين ويتبع أهوائه وتغليد كما هو يفكر فذلك ليس عند المؤمنين أن يتبعوه ويجعلوه ديناً أو مذهباً ولا هم مسؤولون بعد الله طيب ما رأيك بالمذهب الإمامي؟ أنت تؤمن بالمذهب الإمامي يا أخي محمد أمين أو بالمذهب الزيدي أو بالمذهب الاثنين عشري هناك من يدعي أنها هي مذهب أهل البيت يجب أن نفكك الموضوع ونفصل وما نطلق شعارات عامة لأن تختلط علينا صورة وبالتالي ما نصل لنتيجة الآن نحن أمام الشورى لا يوجد لدينا أي نظرية أفضل من الشورى اللي هي متطورة وصايرة نظرية ديمقراطية الديمقراطية يعني الفصل بين السلطات السلطة التشريعية، السلطة التمتدية، السلطة القضائية كل سلطات مستقلة وحرية الفكر، حرية الإعلام، حرية تشكيل الأحزاب هذه مبادئ الديمقراطية الحديثة اللي قائم على نظرية الشورى أيضا فعلينا أن نطبق هذه الشورى في حياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته